لما هي زيادة عدد مرات الإخراج أو التبرز مش هو الإسهال أمال إيه هو بقى الإسهال؟ الإسهال هو أن يخرج الطفل برازاً مفككاً له صفة السيولة العالية وقد حدث هذا فجأة وبشكل متكرر ومستمر على مدار اليوم في كل مرات إخراج الطفل يبقى الإسهال مرة تانية مش زيادة في عدد مرات الإخراج أبداً لكن هو تغير في القوام إلى الصورة المفككة شبه السائلة طيب نيجي للسؤال اللي بعده عرفنا التعريف ده أستعريف ده مهمة قوي لأن في أمهات بيعتبروا أن الأطفال خصوصاً بقى الأطفال الأكبر سنة لما بيدخلوا الحمام كتير بيعتبروا أنهم عندهم إسهال فمن تلقاء نفسهم يبتدوا يدوهم أدوية وهتعرفوا أن ده دلوقتي في منطقة الخطورة طيب إيه هي أسباب الإسهال؟ أشهر أسباب الإسهال على الإطلاق هي الفيروسات المعاوية اللي بتصيب الأمعاء سواء الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليزة تاني أشهر الأسباب هي البكتيريا وتحديداً أنواع محددة من البكتيريا زي السلمونيلا والشيجيلا وزي بكتيريا تالتة اسمها الإيكولاي وفيه بقى نوع رابع برضه اسمه كامبيلوباكتر دي مسميات تانية بقى بتتعرف بالتحاليل والحاجات دي كلها طيب يبقى أهم سبب للإسهال الفيروسات الفيروسات المعاوية فيه فيروسات بتصيب الجهاز الأمعاء تاني سبب البكتيريا وقلنا أنواع معانا من البكتيريا تالت سبب هي عدوى الطفايليات وأشهر نوع من أنواع الطفايليات حاجة اسمها جيارديا ده نوع من أنواع الطفايليات اللي بتصيب برضه الأمعاء تالت أسباب كده دول بس هم اللي بيعملوا يسأل لا فيه أسباب بقى تانية زي إيه؟ زي الحساسية من بعض الأطعمة أو من اللبن الحليب إيه تاني يعمل الإسهال؟ الآثار الجانبية الناتجة عن بعض الأدوية وأشهر أدوية تعمل إسهال المضادات الحيوية برضه من أسباب الإسهال التسمم لقدر الله من الأطعمة الفاسدة وأشهر الأنواع هي الأطعمة اللي بتستخدم في الفطور في الإفطار يعني اللي بنفطر بها الأطفال سواء كانت حبوب الفطور أو منتجات الألبان أو ما إلى ذلك برضه من الحاجات اللي بتسبب الإسهال قوي لو فسدت أو لو حصل فيها فساد لأنها سريعة الفساد الأطعمة المحارية أو المحاريات اللي هي القواقع البحرية والطعام الملوث بقى بشكل عام برضه من أسباب الإسهال أسباب غريب قوي العدوى الحاصلة خارج القناة المعيدية المعاوية يعني إيه الحكاة دي؟ هقول لك يعني لو الطفل مثلا عنده التهابات في القناة البولية أو التهابات في الجهاز التنفسي وهنا نقف بقى سنة أو التهابات الأزن الوسطى الله التهابات الجهاز التنفسي والأزن الوسطى يعملوا إسهال؟ أيوة لأن هم بيؤدوا إلى إفراز نتيجة مادة الإسلامين بيفرزوا البلغم اللي الأطفال بيبلعوه علشان كده الأطفال وهم عندهم برد ممكن جدا يجي لهم إسهال مع أن هم عندهم التهاب في الجهاز التنفسي أو التهاب في الويد لكن الاضطراب اللي بيحصل ده بيكون سببه أو ناتج عنه أو ينتج عنه إصابة الطفل بالإسهال